موسيقى موسيقى مساء الخير اهلا بيكم انا اميرة ودي حلقة جديدة من توقعات 2020 للترو النهاردة هنكلم عن بورج العرب بورج العرب من اكتر ابراج حساسية بورج حساس جبدان 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 بورج بيحط الثقة بشكل صعب قوي قوي انه هو يحط الثقة في حد ولو حط ثقته في حد ارجوك ومحدش يحاول يهز الثقة دي لانه صعب قوي يكتسبها جيد عنده غيرة شوية شخصيته قوية ورده شوية وحساسيته دي ساعات بتتعبه وبتتعب الناس اللي حواليه بس طبعا بورج حنين دي بدان من اكتر الابراج حنية ورومانسية وعاطفية في الدنيا كلها تعال نشوف العقرب اخباره ايه في عشرين عشرين العقرب عنده اتفاق مع الشريك نحو المستقبل ان شاء الله شكلهم بيبنوا حياة جديدة مع بعض اتفاق رسمي ان هما يخدوا العلاقة هو تاخد شكل رسمي الناس المرتبطين بالفعل ممكن يكون برضو اتفاق مع شريكه على حاجة نحو المستقبل ازاي يحسنوا حياتهم او يغيروا منه في حرب شغالة حواليه هو شكل طرف فيها واضح ان هو اما مهزون او تعبان منها جدا بس هو بيحاول يكابر وما يبينش ده ووقف باتسامة ومنتهى السبات لكن الصراحة هو من جوه مهزوز جدا جدا فيه هنا تغيير بيئة تغيير بيت او سفر للعقرب ان شاء الله تقريبا بالنسبة كبيرة جدا اكيد لان فيه مغامرة هو داخل فيها العقرب داخل في مغامرة جديدة ويوصف انه شخص تلقائي مطيب وبيتصرف بعفويته جدا فيه برضو شعر يا عقرب ما بين المغامرة وما بين المجسفة حاول انت برضو يكون عندك شوية حظ فيه هنا مبلغ مالي جايلك على صورة مكافأة من مدير في العمل او ممكن يكون من حاجة بلوس بيديهالك الاهل الاب او الام او ممكن يكون ورث متعطل مو من هو شخص كبير شخص زو سلطة عليك بيديلك مبلغ مالي معيل شكل الارتباط ده هينم عنه عيلة جديدة شكل هيحصل زواج في السنة دي عندك يا عقرب اهو اتفاق مع الشريك التحتيه على طول فيه عيلة جديدة وحاجة جنيلة جدا ما شاء الله كلها زرقة فيه خبر حلو هتسمعه خبر حلو جدا الخبر ده انت مستنيه بقلك فترة الخبر ده هيترتب عليه طاقة جديدة قوية جدا نجيالك ان الله سبحانه وتعالى طاقة كلها تفاؤل وكلها امل وكلها فرحة ما شاء الله عندك السنة دي شكلها سنة حلوة قوية كارت الامر ده بيانم عن الهدوء السكينة التعبد التأمل في حالة هدوء عندك يا عقرب بس عايزك تخلي بالك لان ده هدوء فيه حاجة وراه مستخبية فيه شخص هنا قريب منك متربص لك يا عقرب هو بصورة العقرب بس هو مش برج عقرب ولا حاجة بس هو شخص يعني بيتحرك بصورة انت مش شايفة خلي بالك انه مستني فرصة معينة علشان يأذيك او حتى انه هو يشمتي عندك نجاح ما شاء الله في اجتمال دائرة لو انت شغال على حاجة الناس اللي بتدرس الناس اللي بتشتغل فيه نجاح ما شاء الله وحالة تهنئة من الناس اللي حواليك بيهنوك على النجاح ده ونجاح من زوايا مختلفة مش شرط بس في العمل ممكن يكون كمان في حياتك العطفية وحياتك العائلية والأسرية وعندك الدايرة الحمد لله كم دي كانت قرية برج العقرب يارب بتكون عجبتكو واشوفكو فيديو جاي وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اشتركوا في القناة